خلينا نذهب إلى الخبر الثاني الحقيقة اللي تم الإعلان عنه النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم قرر في اجتماعه اليوم على لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع النشئين وجاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة ووقع الاختيار للكابتن خطيب على محمد شوقي نظرا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراض الموهبة وأيضا بناء على تاريخه كبير مع النادي الأهلي وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبا على المستويين المحلي والقر محمد شوقي واحد من أهم اللاعب أنا هتكلم عنه كلاعب الأول محمد شوقي واحد من أهم اللاعبين يعني عندما تتكلم عن منتصف الملعب الايديال أو اللاعب الأفضل أو اللاعب اللي أنت كل اللاعبين شايفوا الايديال بتتكلم عن محمد شوقي بتتكلم عن حسين غالي بتتكلم عن حسني عبدربو بتتكلم عن أسماء الحقيقة أنا بتتكلم في الفترة الأخيرة يعني لأنه كان فيه فيه أسماء عظيمة جدا وستظل هذه الأسماء عظيمة جدا ولكن أنا بتتكلم على الفترة الأخيرة فمحمد شوقي واحد من اللاعبين اللي بيلعبوا في وسط الملعب بشكل رائع جدا وبالمناسبة محمد شوقي واحد من أهم الكوادر الفنية لصعدة كلام ده أنا مش أنا اللي بقوله كلام ده كان كابتن ضيا السيد معايا من إسبوع أو من عشر تيام وتكلم معايا في هذا الأمر قال لي محمد شوقي من الكوادر الجيدة جدا كارلوس كيروش كان بيجد في محمد شوقي أنه هو من الكوادر الجيدة جدا كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وكل المسؤولين عن كرة القدم داخل النادي الأهلي بيجدوا في محمد شوقي واحد من أهم الكوادر التدريبية القادمة وبالتالي محمد حيبقى موجود كنائب لواحد من العظماء والأساطير كابتن بدل رجب حيكون متواجد مساعدا أو نائبا له خلال الفترة القادمة كل التوفيق لكابتن محمد شوقي هذا النجم الكبير اللي يستحق الحقيقة كل التحية وكل التقدير وإن شاء الله يستفيد منه النادي الأهلي وإن شاء الله شوقي يستفيد من النادي الأهلي خلال الفترة القادمة